نشرة كورونا بدقائق من قناة حلب اليوم الفضائية أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة نظام الأسد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 29 حالة في البلاد وقال المكتب الإعلامي التابع للوزارة إنه تم تسجيل أربع إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأخيرة وبحسب المكتب فإن العدد الإجمالي للمصابين في سوريا شفية منه خمس إصابات بينما توفيت حالتين وقعت مديرية الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة مع المجلس المحلي لمدينة الباب مذكرة تفاهم تم من خلالها تقديم سيارتين إصعاف لخدمة المرضى في المشفى العام والمراكز الصحية في مدينة الباب وريفها وقال مدير صحة حلب الدكتور عبدالباصة إبراهيم إن السيارتين ستعملان كجزء من منظومة الإصعاف الأساسية التي تديرها مديرية صحة حلب الحرة والممتدة من جرابلوس إلى عزاز وأضاف إبراهيم أن المنظومة ستساعد على تخفيف أعباء تنقل المرضى بين المراكز الصحية والمشافي وستكون في خدمة الحالات الطارئة في حال انتشار فيروس كورونا بدأت السلطات التركية بإجراءات الإفراج عن السجناء بموجب تعديل قانوني وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد ويشمل القرار الجديد نحو تسعين ألف شخص وتتخذ وزارة العدل التركية سلسلة من التدابير أثناء تنفيذ القرار من خلال توعية الأشخاص المشمولين وضمان مغادرتهم للسجون بالكمامات والقفازات ومنع حدوث الازدحامات وللمزيد ينضم إلينا مراسل حلب اليوم في أنقرة يوسف ملة مرحبا بك يوسف هل سيشمل قرار الإفراج جميع السجناء؟ نعم ويداد البرلمان التركي أقر مشروع تعديل قانوني جديد يتيح الإفراج عن الألاف من السجناء في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا ووافق على هذا القرار 279 نائب على المشروع الذي أعده حزب العدالة والتنمية مع الحركة القومية فيما رفضوا 51 برلماني من أصل 330 نائب نائب شاركوا بالتصويت وموجب القانون الجديد سيتم الإفراج عن السجناء في السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم شروط الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 أيار المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في تركيا وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لثلاث مرات في حال استمرار انتشار الفيروس ويستسني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب والقتل والمخدرات والجرائم الجنسية والجرائم المنظمة يوسف لو تضعنا في صورة إحصائيات وأعداد المصابين بفيروس كورونا في تركيا نعم ويداد فقد أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة وصول عدد الإصابات في تركيا إلى 65111 شخص تعافى منهم 4799 شخص توفى منهم للأسف 1403 أشخاص وزير الصحة أيضا الباريح ستكلم عن سيطرة تركيا على سرعة انتشار الفيروس في الأسبوع الرابع ولفت إلى أنه تم حتى اليوم تحديد 261 989 شخص ضمن سلسلة الأشخاص الذين خالطوا مصابين بفيروس كورونا وقال تم التواصل مع 96% منهم وبيّن أن الكوادر المتخصصة الحالية عم تشتغل بالبحث عن مصدر العدوى بالضم بعموم تركيا 4600 شخص عم يشتغلوا على شكل فريق وشدد على أن المسح العام ليس طريقة ناجحة أو منطقية للحصول على نتائج موسوقة وقال نحن نتقدم من خلال التركيز على رصد الإصابات والحالات المشتبه فيها في تركيا يوسف مولا كنت معنا من أنقرة شكرا لك أعلن مسؤول عراقي أن محافظة كربلاء لن تسمح بدخول مواطني دول مصابة بفيروس كورونا ما لم تعلن منظمة الصحة العالمية خلو تلك البلاد من الوباء وقال محافظ كربلاء جاسم الخطابي أن محافظته لن تسمح بدخول الزائرين للأغراض الدينية من بلدان لم تثبت الصحة العالمية خلوها من فيروس كورونا وجاء ذلك عقب إعلان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا ريشيديان عن التخطيط لاستئناف ما أسماها الزيارات الدينية إلى الأماكن المقدسة في العراق وسوريا انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الولايات المتحدة مساهمتها المالية في منظمة الصحة العالمية معتبرا أن الوقت غير مناسب حاليا لمعاقبة أي منظمة إنسانية تكافح فيروس كورونا وبعد أيام من الاتهامات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه أمر إدارته بتجميد التمويل الأمريكي للمنظمة الدولية معتبرا أنها ارتكبت أخطاء تسببت في وفاة الآلاف من الأشخاص والآن إلى آخر إحصائيات مصابي فيروس كورونا حول العالم وفق وزارات الصحة في كل بلد خطام نشرة كورونا بدقائق لا تنسوا متابعتنا عبر البث المباشر وصفحتنا على الفيسبوك مشاهدين تذكروا دائما أن بقاءكم في المنزل حياة لكم ولغيركم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة